نيابة عن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة رئيس المجلس العلى للشباب والرياضة قام سعادة الشيخ عبدالله بن راشد الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية بتسليم الجوائز للفائزين في الأسبوع الأول من جائزة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الأسبوعية لأفضل مخيم في المملكة مرتكزات عدة بنيت عليها جائزة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لأفضل مخيم من شأنها تحفيز المخيمين للالتزام بالمعايير التي تضمن الحفاظ على أمنهم وسلامتهم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بذلك إضافة إلى التزام المخيمات بالمحافظة على البيئة والحياة الفطرية نحن اليوم نلاحظ بشكل واضح على المخيمين التطور في سواء المخيمات أو في وسائل الأمن والسلامة والنظافة والمحافظة على البيئة عام عن عام قاعدة الأحصيات عندنا تنزل حصيات المخلفات نرى تطور بشكل عام على المخيمات وعلى الأمن والسلامة وهذا هو أهم شيء وهي هدف الجائزة الأسمى التي تمحور حول سلامة عن المخيمين والمحافظة على البيئة والحياة الفطرية والنظافة العامة الجائزة التي انطلقت في أسبوعها الأول من هذا الموسم ترافقها جائزة أخرى بدعم من شركة تطوير للبترول لأفضل مخيم يلتزم بالمعايير الفنية التي وضعتها الشركة والتي تنص على وجوب ابتعاد المخيمات مسافة 425 مترا عن أقرب بئر نفط أو مشروع ضمن الآبار والمشاريع التطويرية في منطقة التخيم الحمد لله احنا حرصين من مدة طويلة على التخيم وعلى الترتيب وكل شيء وعلى الأشياء اللي احنا سويناها والحمد لله فرحانين بالفوز الحمد لله طول هالمدة قمني بجراءات اللي هو يعني اللي تتخلي المخيم نظيف وتخلي المحافظة على يعني سلامة حتى المرتدي المخيم من توفير الإصعافات الأولية من توفير طفايات الحريق لو سمح الله أي شيء أيضا توفير الأشياء الخاصة بالأطفال من ملاعب من العاب يعني ويعني جهاز المخيم من كل المتزمات هذا وقد شهد الأسبوع الأول للجائزة منافسة بين أربعين مخيما تم اختيار الفائزين من بينهم في هذه الجولة بعد تطبيقهم لكافة الاشتراطات المنصوص عليها من قبل اللجنة المحكمة للجائزة اشتركوا في القناة